شبح الإغلاق يخيم على تلك المصانع وغيرها والمسؤول الأول والأخير هو الدولار فارتفاع سعره أمام الجنيه المصرية متخطيا حاجز التسعة جنيهات في السوق السوداء كان السبب وراء توقف أكثر من مئة مصنع في قطاعات مختلفة لتترأس مصانع الحديد والنحاس والألومنيوم قائمة المصانع الأكثر تأثرا بتلك الأزمة خصوصا أن 85% من خاماتها تعتمد على الاستراض من الخارج وبحسب مسؤولين بالتحاد الصناعات يستورد قطاع النحاس خامات بقيمة مليار ونصف المليار دولار سنويا ومصانع الحديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار والألومنيوم بقيمة ملياري دولار سنويا حتى قطاع الاستثمار لم يسلم من تلك الأزمة فأربع عشرة شركة عالمية أوقفت استثماراتها في مصر بحسب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ارتفاع سعر الدولار امتد تأثيره أيضا إلى شعبة الأدوية التي أكدت أن مئة شركة تعاني خسائر كبيرة بفعل ارتفاع أسعار المواد الخامة التي تتجاوز 90% من تكلفة المنتج وفي قطاع السيارات تهدد الأزمة نفسها بنقص الآلات وقطع الغيار المستوردة التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار سنويا مأزق وضع فيه الدولار جميع قطاعات الدولة فعدم توفير العملة الصعبة سيؤثر على الانتاج وخصوصا سلع الاستهلاكية التي ستؤثر بدورها على المواطن المصري البسيط رادو معتمد اليوم في ساعة